كنتيجة طبيعية للسياسة التوسعية ودعم الإرهاب في المنطقة على حساب الإصلاح الداخلي تؤكد الأرقام والتقارير الرسمية أن الاقتصاد الإيراني انزلق إلى مرحلة الخطر أو بمعنى أدق ذهب إلى منطقات لا عودة ولم تفلح كل المحاولات في دعم اقتصاد أرهقته عقوبات أمريكية وفيروس كورونا بعد أن فقدت العملة المحلية 70% من قيمتها وتراجعت صادرات النفط إلى 100 ألف برميل يوميا انخفاضا من أكثر من مليونين ونصف المليون برميل يوميا في نيسان عام 2018 وذلك في عقاب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي حيث تتسع رقعة الفقر في إيران كل يوم في ظل وضع اقتصادي متدهور ونظام يسخر كل إمكانياته لدعم الميليشيات الإرهابية في المنطقة وتتزايد مشاكل الشركات والأعمال مع ارتفاع الضرائب وانخفاض الدعم الحكومي لأسعار السلع وتقيد الأسواق الخارجية بالعقوبات وصعوبة الحصول على العملة الصعبة اللازمة لإبرام التعاملات بينما أصبحت أسعار البضاع الأساسية تزداد بصفة يومية ولم تفلح محاولات البنك المركزي الإيراني لاستخدام الاحتياطات لمحاولة تثبيت الريال الذي بلغ أضعف مستوى له أمام الدولار مع مخاوف من هبوط إضافي بعد أن حثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران على الكف عن منعها من دخول موقعين نوويين سابقين تحوم حولهم الشبهات ويقول مراقبون أن النظام الإيراني بات يواجه شبح الانهيار في ظل الأزمات الاقتصادية الحادة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم ما قد ينتج حراكا اجتماعيا غاضبا من ترد الأوضاع في ظل أزمة عميقة وغير مسبوقة باتت تثقل كاهل الشعب وبدل البحث عن خيارات لمعالجة الواقع المترد داخليا يستمر النظام الإيراني بنهج سياسته التصادمية خارجيا مواصل المغامراته لتعزيز نفوذه الإقليمي الذي أشعل المنطقة وها هي نتائجه ترتد اليوم لتحرق إيران من الداخل